بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نتابع في مقرر الرياضة المالية الوحدة العاشرة جملة الدفعات بفائدة مركبة طيب طبعا احنا سبق وعرفنا الدفعة لما تكلمنا في موضوع جملة الدفعات بفائدة بسيطة اتناولنا نفس المفاهيم اللي هي الآن أمامنا الدفعة هي مجموعة من المبالغ المتساوية تستحق في فترات متساوية يعني مثلا صفر زمن واحد اثنين لغاية ان في عندي مبالغ متساوية سمناها بي ام تي بي ام تي بي ام تي تمام فلما بيكون عندي مجموعة من المبالغ المتساوية التي تستحق في فترات متساوية هذه منطلق عليها اسم الدفعة المتساوية المنتظمة الدفعة المتساوية المنتظمة المتساوية من حيث قيم المبالغ المنتظمة من حيث الزمن تمام؟ طبعا بينا بانه الدفعات نوعين دفعة من سميها الدفعة العادية التي تستحق مبالغها في نهاية الدورات المتساوية بالرسم انا رسمت دفعة عادية ليش؟ لانه المبلغ الاول بي ام تي يستحق مع نهاية الفترة الاولى هاي هي الفترة الاولى بي ام تي رقم واحد جتنا مع نهاية الدورة الاولى بي ام تي الثانية جتنا مع نهاية الفترة الثانية وهكذا بي ام تي رقم ان جتنا مع نهاية الدورة رقم ان هاي من سميها دفعة عادية طيب أما الدفعة الفورية إذن هاي من سميها دفعة عادية أما الدفعات الفورية فمبالغها مثل ما هو مبين معنا في التعريف هي الدفعة التي تستحق مبالغها في بداية الفترات فلو رسمنا نفس الفترات لغاية N هيكون عندي PMT رقم واحد مع بداية الدورة رقم واحد PMT رقم اثنين مع بداية الدورة رقم اثنين PMT رقم ثلاثة مع بداية رقم ثلاثة وهكذا PMT الأخيرة المبلغ الأخير يأتي مع بداية الدورة رقم N الأخيرة لاحتساب جملة الدفعة العادية نستعمل الصيغة Future Value Annuity Regular FVAR Future Value Annuity Regular جملة دفعة عادية PMT مبلغ الدفعة الدوري معدل R معدل الفائدة الدوري وN الزمن بالدورات العلاقة اللي بتربط هاي المتغيرات لاحتساب جملة دفعة عادية هي FVAR جملة الدفعة العادية تساوي PMT المبلغ الدوري للدفعة مضروباً في المقدار 1 زائد R مرفوع على القوة N مطروحاً منها واحد مقسومة على R معدل الفائدة الدوري طبعاً للمرة ممكن العاشرة دائماً معدل الفائدة يرتبط بدورة معينة شهر سنة ربع سنة نصف سنة والزمن يقاس بدورات لابد من التوافق بين الزمن وبين معدل الفائدة وفي حالة الدفعات لابد أيضاً من التوافق مع مبلغ الدفعة لأن مبلغ الدفعة أيضاً يرتبط بدورة معينة فإذا قلنا مبلغ الدفعة سنوي لابد من أن يكون المعدل سنوي والمدة سنوات إذا قلنا مبلغ الدفعة شهري فلابد من أن يكون معدل الفائدة شهري والمدة بالأشهر حتى نستطيع تطبيق العلاقة اللي بيناها قبل قليل خلينا ناخذ مثال رقم 23 يستثمر شخص مبلغ 5000 ريال في نهاية كل أربعة أشهر ولمدة ثلاث سنوات بمعدل فائدة مركبة 9% سنوياً تركب كل أربعة أشهر طيب نقرأ السؤال بتمع يستثمر شخص مبلغ 5000 ريال في نهاية كل أربعة أشهر إذن PMT ما أعطاني مبلغ واحد وإنما أعطاني مبالغ متكررة في نهاية كل أربعة أشهر لذلك هاي نسميها دفعة طبعاً في نهاية دفعة عادية إذن PMT المبلغ هو 5000 ريال طيب ولمدة ثلاث سنوات شوف N تساوي ثلاث سنوات الخمس آلاف متى قال لك في نهاية كل أربع شهور شوف هذه الدورة حقتها أربع شهور N بعطاني إياها بالسنوات تمام؟ بمعدل فائدة مركبة 9% سنوياً إذن R تساوي 9% سنوياً تركب كل أربعة أشهر المطلوب احسب جملة استثمار هذا الشخص إحنا سبق قبل قليل أبينا إنه لابد من التوافق في معطيات المثال حتى نستطيع تطبيق العلاقة اللي بيناها طبعاً الأصل والمرجع هنا هو المبلغ المبلغ يعني يتعلق بدورة طولها كم؟ أربع شهور المبلغ يتعلق بدورة طولها أربع شهور إذن لابد من احتساب عدد الدورات في السنة ويساوي ثلاث دورات لأنه السنة فيها 12 شهر الدورة فيها أربع شهور إذن هذا المبلغ يتم إيداعه في السنة ثلاث مرات لأنه كل أربع شهور قسم السنة أربع شهور أربع شهور أربع شهور ثلاث مرات أو ثلاث دورات في السنة عدد الدورات الكلية في ثلاث سنوات ثلاث دورات ضرب ثلاث سنوات لأنه أعطاني مدة الاستثمار الكلية تساوي ثلاث سنوات فإذن المدة الكلية بالدورات هي 9 دورات أو 9 أثلاث لأن الأربع شهور هي ثلث سنة معدل الفائدة الدوري أعطاني 9% سنويا لكن 9% هذه لازم تتوافق مع دورات المبلغ ولذلك قال لي تركب كل أربع شهور إذن هي يعني بتقسم على عدد الدورات في السنة ثلاث دورات 9% على ثلاث دورات الناتج 3% دوريا إذن الآن المعطيات أصبحت جاهزة نعوض في الصيغة تساوي PMT 5000 مضروبة في 1 زائد R الدوري 3% مرفوع على القوة N بالدورات 9 ناقص 1 اقسم على R 3% قبل من تابع لاحظوا أن المقدار 1 زائد R للقوة N هذا المقدار يعني تكرر معانا في حالات كثيرة هذا المقدار هو عبارة عن جملة ريال واحد مستثمر بمعدل دوري R لمدة N تمام؟ إذن هو جملة ريال واحد مستثمر بمعدل دوري R ولمدة N أو طبعا هو قيمة جدولية في جدول جملة ريال واحد أو هو مقلوب القيمة الجدولية في جدول القيمة الحالية لريال واحد لأنه احنا اتفقنا أنه جدول جملة ريال واحد بيعطيني 1 زائد R للقوة N وجدول القيمة الحالية لريال واحد بيعطيني 1 زائد R للقوة ناقص N إذن 1 زائد R للقوة N هي مقلوب 1 زائد R للقوة ناقص N ولذلك لو توفر عندك جدول جملة ريال واحد أو جدول القيمة الحالية لريال واحد يمكن استعماله في إيجاد القيمة واحد زائد R للقوة N طيب أنا استعملت جدول جملة ريال هذا الجدول لو رجعنا له هذه R وهذه N احنا قلنا R تساوي 3% وN تساوي 9 دورات لو رجعت للجدول رح تلاقي أنه تحت 3% مقابل 9 دورات تمام رح تلاقي القيمة الجدولية 1.30477 هذه عبارة عن 1 زائد 3% مرفوع على القوة 9 أخذناها قيمة جدولية جاهزة اطرح منها 1 ثم اقسمها على 3% الناتج هو 10.159 مضروبة في PMT اللي هي ال5000 الناتج النهائي هو 50795 الآن نلاحظ ما يلي القيمة 10.159 واللي هي عبارة عن 1.3 بالعشرة ناقص 1 على 3 بالمية هذه القيمة عبارة عن قيمة جدولية جاهزة محسوبة في جدول جملة دفعة عادية إذن نقدم الآن جدول جملة دفعة عادية هذا الجدول يعطيني المقدار 1 زائد R للقوة N ناقص 1 على R إذن لو كانت PMT تساوي 1 يعني جملة دفعة عادية مبلغها الدوري 1 ريال فإن جملة هذه الدفعة هي عبارة عن 1 زائد R للقوة N ناقص 1 على R طبعا تم إعداد جدول لتسهيل احتساب هذه القيمة فمثلا لو جينا للمثال اللي كان معاي قبل شوي أخذنا القيمة الجدولية الواقعة تحت 3% مقابل 9 دورات اللي هي 1 زائد 3% مرفوع على القوة 9 اطرح منها 1 اقسمها على 3% هذه القيمة محسوبة جاهزة 10.159 لو رجعنا نتأكد شوف إحنا إيش حسبنا هي 10.159 موجودة جاهزة في الجدول ما عليك إلا أنك تضربها بمبلغ الدفعة الدوري للحصول على المطلوب ترجمة نانسي قنقر